للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الدكتور فهد لشليمي رئيس منطدى الخليج للأمن والسلام دكتور فهد أهلا وسهلا فيك معنا يعني بداية حدثنا ما الذي حمله منطدى الإعلام العربي هذا العام من رسائل جديدة وهل من رسائل خاصة للشباب بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد جدا أني أعود إلى استوديوهات الآن الصراحة وأشوف التطور اللي موجود وسعيد جدا أن أتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة وأتقدم بالشكر الحقيقة إلى كل من ساهم في الحقيقة وضع منتدى الإعلام العربي في دبي وأشكر الحقيقة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بناء برئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والأستاذة مونة المرّي الحقيقة على حسن التنظيم والإعداد المهرجان السنة هذه أو أنا أقدر أسميه مهرجان لأنه فيه جوائز وكل شيء المنتدى كان إنوانه جميل جدا كان يتحدث عن الإعلام والديجيتال ميديا ويتحدث وفعلا هذا هو العصر اللي نتعامل معه أيضا تحدث المحاضرين على أشياء كثيرة عن دور الإعلام، الإعلام المحرض، الإعلام المضرر الوجه السلبي من الإعلام، تأثير الإعلام على السياسة وكانت مواضيع جميلة جدا كلها تنحصر في الإعلام الإعلام كمان ركز على المشاكل الإعلامية وركز على سوء استقلال الوسيلة الإعلامية وركز على الإعلام السياسي الأسود الإعلام السياسي المضلل بالتالي أعتقد أنه كان متميز اليوم وأمس في فعالياتهم واللي زاد الحقيقة الحضور أيضا وجود وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أيضا القيادة الإماراتية كانت متواجدة هذا يعطي دفع كبير ودفع مهمة كان الحقيقة يعني في وقت المهرجان وكانوا موفقين في العنوان واختيار المحاضرين طيب دكتور فهد هل أكد المنتدى إذا استطعنا القول مكانته على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم كمنبر إعلامي نير في منطقة الشرق الأوسط طبعا لما يجونك شخصيات من مختلف شركات العالم في وسائل التواصل الاجتماعي لما مسؤول كبير في فيسبوك ومسؤول في تويتر ومسؤولة في جوجل أنت تتكلمين على الجاينتز في السوشيال ميديا اللي الآن موجودين بعدين لما يجون أشخاص بحجم وزير خارجية البحرين يتحدث رئيس مركز الدراء الأهرام للدراسات الاستراتيجية بعض الفنانين المعروفين بعض المفكري السياسة الصحفيين توزيع الجوائز الصحافة الاستقرائية أيضا للمعرفة هذه مختلف الحقيقة التجمعات الأجمل أن هؤلاء الناس والمفكرين يجتمعون على طاولة الغداء أو العشاء مع بعض ويبدأ يسير فيه أخذوا عطا وتبادل وجهات نظر بعد فعاليات المؤتمر في فعاليات المؤتمر محاضرات كثيرة بالتالي أعتقد أن هذه فرصة وهو أيضا من المنتديات العالمية والديل على ذلك معظم المكالات الأنباء كانت موجودة الشركات الكبرى موجودة الجمهور كان موجود وحاضر إذن نحن نتحدث على النجاح هناك أجندة وهناك محاضرين وهناك مستمعين إذن هذا هو النجاح نتحدث نعم طيب دكتور إلى أي مدى صلت المنطدة على أهمية دور الإعلام خاصة الآن في محاربة الإرهاب والتطرف والفكر المتطرف أفرى جميل سؤال 1390 محطة باللغة العربية 19 محطة أجنبية ناطقة باللغة العربية نتكلم من شوية عن داعش داعش كانت تستخدم السوشيال ميديا وترسل 90 ألف رسالة يومية 90 ألف رسالة هذا فقط داعش الآن خلينا ننتقل إلى إرهاب حزب الله خلينا ننتقل إلى إرهاب الحشد الشعبي خلينا ننتقل إلى الإرهاب الآخر إرهاب في دول أخرى إرهاب في مينمار تالي أنت تكلمين على العديد من الجماعات الإرهابية تستخدم هذه الوسيلة الإعلامية وبالتالي نحن عرفنا المرض الآن علينا أن نوجد العلاج منتدى الإعلام العربي في دبي شخص المرض وحدد وصفة العلاج وصفة العلاج كالتالي التوعية الإعلامية التعامل مع السوشيال ميديا كأنها حدث موجود في حياتنا وضع في مناهج الدراسة وفي المدارس لتحصين الناس أيضا حتى الشركات الكبرى ومدراءها عرفوا أن هناك إرهاب قد يحمله شبكات الإنترنت وبالتالي عليهم أن يكون متعاونين أكثر الإرهاب أيضا تقلص لوجود التوعية ووجود أيضا الوعي لدى المواطنين وبالتالي أيضا نستخدم الإعلام بكافة أنواع لتوعية المواطنين لماذا؟ لإحياء الإنسانية وقتل الإرهاب دكتور فهد أنا جدا استمتعت بحديثك وبوجودك معنا بالستوديو وهلأ رح أتشكرك كثير على وجودك معنا بالستوديو دكتور فهد الشريمي رئيس منطدى الخليج للأمن والسلام شكرا لوجودك أهلا وسهلا